بعد محاولات شد وجذب عديدة أقرت الموازنة المالية في العراق لكن إقرارها وسع هوة الخلافات بين الأحزاب الكردية التي تجاوزت نطاقها الداخلي ووصلت إلى بغداد مواجهة سياسية محتدمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تفاقمت منذ بداية العام الحالي وتتمحور حول تفاصيل العلاقة المالية بين بغداد وأربيلا وآلياتها الخلافات بين قطبي السلطة في كردستان العراق لها جذور عميقة وتظهر جليا بإصرار الحزب الديمقراطي على إرجاع حصة كردستان من الموازنة إلى ما كانت عليه قبل عام 2017 والبالغة 17% قبل أن تخفضها حكومة العباد إلى 12.67% لاحقاً كرد فعل على إجراء كردستان العراق استفتاء الاستقلال ويبرز أثر الخلاف بين الحزبين الكرديين كذلك في بعض مواد الموازنة التي تطلب الشهوراً واجتماعات عديدة إلى أن حلت توافقياً كالمادة الثالثة عشرة التي تنص على ضرورة تسليم أربيل أربعمائة ألف برميل نفط إلى شركة تسويق النفط سومو مقابل حصولها على حصتها المالية بيد أن المادة الرابعة عشرة شهدت أكبر مواجهة سياسية فمسولة القانون كانت تنص على فتح حساب بنكي خاص بحصة كردستان العراق يكون أمر الصرف فيه لرئيس حكومة كردستان العراق لتضيف لاحقاً اللجنة المالية البرلمانية شرطاً بأن يكون هذا الحساب ضمن البنك المركزي العراقي وتحت رقابة حكومة بغداد وهو ما رفضته أربيل تماماً معتبرة إياه مساً بسلطاتها وظهر جلياً اتساع الشرخ السياسي بين الحزبين الكرديين حينما توافق الاتحاد الوطني الكردستاني مع بقية الكتل في بغداد على اشتراط قانون الموازنة على حكومة أربيل دفع المستحقات المتراكمة لموظفي كردستان العراق وهو ما اعتبره الحزب الديمقراطي انتقاصاً من سلطة أربيل وما إن أقرت الموازنة توالت البيانات الصادرة من أربيل منددة ببنودها في مؤشر على بداية أزمة سياسية أخرى بين الأحزاب الكردية لن يدفع ضريبتها سوى المواطن